تاجو إليك يا رب طوبة للأم التي ولدتك وأرضعاتك بل طوبة للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه علمنا كيف نصلي كما علم يحنى تلاميذه متى صليتم قولوا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطيانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقا من تحدث عنه الأنبياء فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وسترد ابنا وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقا لهذه النبوة أعلن الكتاب المقدس أيضا أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله وهكذا كان يسوع ابن لله ليس من منظور جسدي طبيعي بل من ناحية روحية ونحن نرى هذا واضحا في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته إذ شف المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله واعدا إياهم بنصيب في ملكوت السماوات ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم وقام ثانية قاهرا الموت قال يسوع عن حياته ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط لكنها أكدت أيضا حق كلمة الله المقدسة فقد قال الأنبياء قبلا إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات ويسوع نفسه قال السماء والأرض تزلان لكن كلامي لا يزول جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن مختارا أن يحيا كما يريد وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعا أخطأنا ويعلن أن عقاب الخطيئة هو الموت أي موتا روحيا بابتعاد أبدي عن الله لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عيوضا عن ابنه هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلا عنه وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا لكنهم قد نجوا أيضا من دينونة الله الأبدية ضامنين لهم مكانا في الفردوس مع الله إلى الأبد يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصا من سلطان الخطيئة وهذا لا يعني اتباع دين جديد لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وهذا يعني أيضا اللجوء إلى الله واثقا أن يسوع سيدخل حياتك غافرا خطاياك ومغيرا إياك إلى الإنسان الذي يريده ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعورا عاطفيا فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيرا عن إرادتنا هذه وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصيا من خلال صلاة بسيطة قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله إن رغبت بهذا فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك أيها الرب يسوع أنا أحتاج إليك أشكرك لأنك مدت على الصليب لأجل خطاياي أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه بينما أصبح واحداً من أتباعك آمين قال يسوع عن من يؤمنون به خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه وتذكر وعده الرائع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض وها أنا معكم كل الأيام إلى انقذاء الدهر أصبح أعجباً أخبر وعلاً ذكية أخبر أصبح ألاحك إنها أداء المسلمة يتعطى أن أصبح الأشخاص يمكن أن يكون جيداً أداء المسلمة . 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 합의 없이 이루고 있시오. spit 이전이 하죠. . 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 하나님의 나라가 우리나라가 오게 하시고 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지게 하십시오. 우리에게 필요한 식량을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하오니 죄의를 용서해 주시고 우리를 유혹에 빠지지 않게 하시고 나쁜 길에서 구원해 주십시오. 1. 예수님의 생애 1. 예수님의 생애 1. 예수님의 삶은 예언자들이 예언을 성취했을 뿐만 아니라 하나님의 성경 말씀이 진리임을 증명하고 있습니다. 1. 예언자들은 여호와의 말씀은 흠이 없사오니 오 하나님이여 주의 말씀은 영혼 하나이다라고 선포했습니다. 2. 예수님께서도 진히 천지는 없어지겠으나 내 말은 결코 없어지지 않을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 3. 예수님께서는 우리에게 풍성한 삶을 주시기 위하여 오셨습니다. 그러나 인간이 에덴 동산에서 하나님께 순종하지 않고 제 마음대로 살기 시작했기 때문에 하나님으로부터 분리되었습니다. 성경은 이렇게 선언합니다. 모든 사람이 죄를 지었으며 죄의 이 값은 사망이다. 이것은 영적인 죽음 곧 하나님과의 영원한 분리를 의미합니다. 그러나 아브라함의 아들을 대신하여 새끼양을 준비해 주신 것처럼 하나님은 메시아이신 예수님을 보내셔서 우리를 대신하여 죽게 하셨습니다. 그분의 삶과 죽음 그리고 부활은 하나님을 믿는 모든 사람들에게 하나님과의 관계를 회복시켜 주셨습니다. 이제 예수님을 따르는 사람들은 죄를 용서받을 뿐만 아니라 하나님의 영원한 심판도 받지 않습니다. 그들은 라곤을 분명히 약속받았으며 영원히 예수님과 함께 살게 될 것입니다. 예수님께서 각 사람에게 죄와 죄책감으로부터 생명과 자유를 주셨습니다. 이것은 단지 종교를 따른다는 것이 아니라 볼지요다, 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 구에게로 들어가리라 라고 말씀하신 예수님을 믿기로 작종하는 것입니다. 이것은 우리가 하나님께로 돌아서고 예수님을 우리 삶의 영접에서 죄를 용서받고 그분이 원하시는 사람이 되는 것을 말합니다. 그분이 주장해 지적으로 동의하거나 감정적인 경험만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 운해로 말미암아 의지의 행동인 믿음으로 예수님을 영접해야 합니다. 사람들이 메시아인 예수님을 따를 준비가 되면 예수님께 진심으로 기도를 하면 됩니다. 당신이 어쩌면 하나님께 당신의 마음을 열 준비가 된 사람이라면 다음의 기도를 마음속으로 따라 하시기 바랍니다. 주 예수님, 나는 주님이 필요합니다. 나의 죄 때문에 저를 대신하여 십자가에서 죽으심을 감사합니다. 나의 죄를 고백하고 회개합니다. 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 생애의 구주와 주님으로 영접합니다. 나의 죄를 용서해 주시고 용생을 주신 것을 감사합니다. 나를 주님께서 원하시는 사람으로 만들어 주옵소서 주님을 따르는 사람이 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 예수님께서는 제자들에게 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알고 그들은 나를 따른다라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 약속하신 풍성한 삶을 경험하기 위해서는 매일 하나님께 기도하고 그분의 말씀을 읽거나 들어야 합니다. 그리고 다른 사람들에게 예수님에 대하여 전하고 그분을 사랑하고 따르는 사람들을 정기적으로 만나야 합니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 볼지오다! 내가 이 세상 마지막 날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다! 라고 하신 놀라운 약속을 기어가십시오. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 아멘 하늘과 땅의 모든 권세를 받는 것이다! 하늘은gamWeb